نبدأ يا سوز علي مع حضرتك بالزيارة رئيس الوزراء لدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار شراكة ثلاثية ما بين مصر والإمارات والأردن طبعا استقبال من جانب رأس الدولة لرئيسي الوزراء فعايز أتكلم على هذه الزيارة ومرضودها وأهميتها وإزاي ممكن نخرج منها بكامل الاستفادة فيما يتعلق بالدول الثلاثة الحقيقة أن العلاقات بين مصر والإمارات هي علاقات ممتازة علاقات جيدة الإمارات من أكبر المستثمرين في مصر فرص الاستثمار في مصر فرص كبيرة جدا العالم كله الآن يتحدث عن التكتلات والتكامل الاقتصادي والتكامل اللي ممكن يبقى بين الدول مع الأزمة العالمية ومع أزمة الغذاء إزاي ممكن تحصل تكتلات في بعض المناطق لأنه زي ما قلنا قبل كده أنه ما فيش دولة لوحدها تستطيع أنها تكتفي بنفسها أو أنه يبقى عندها اكتفاء ذاتي من كل حاجة لابد أنه يكون في عملية تكامل اللي يمكن يكون بشكل كبير جدا بين مصر وبين دولة زي الإمارات العربية المتحدة وكذلك المملكة الأردنية الهاشمية حجم الاستثمارات في الإماراتية في مصر نجحة وكل الشركات اللي تمت أو كل المشروعات الإماراتية اللي كانت على أرض مصر هي مشروعات نجحة والحقيقة أنها مشروعات نموذجية كمان في النجاح وده بيؤكد أنه الاستثمار بين البلدين مفيد للطرفين وبيخدم العلاقات وبيخدم المصالح مصر عندها فرص جيدة مصر بتخطط للسنوات القادمة سواء في المجال الزراعي أو في مجال النقل كمان يعني أشار تقرير اللي عرض منذ تقرير الرئاسة هذه المشروعات الحقيقة كلها بتفتح أفاق الاستثمار لدول كثيرة جدا وأنه مصر بتستقبل الاستثمارات وهي على أرض قوية أرض صلبة لأننا نستطيع أن نقول أنه موجود كل البنية التحتية التي تساعد على وجود استثمارات كبيرة سواء نقل أو طاقة طاقة بمختلف مجتملاتها يعني سواء طاقة كهربائية أو غيره عندنا وفرة في هذا المجال مما يساعد على إيجاد عمليات تنمية كبيرة أو وجود مصانع أو وجود شركات أو إنتاج زراعي والحقيقة أنه مصر حققت خطوات كبيرة جدا ونجاحات كبيرة جدا في المشروعات الزراعية اللي ممكن تأهل مصر لأنها تكون الحقيقة يعني خزانة كبيرة أو مخزن كبير للغذاء في المنطقة شفنا قدرات مصر في تصدير المنتجات الزراعية كانت حقيقة متبورة جدا متقدمة جدا وبتستهدف مصر في الفترة المقبلة لأنه تضاعف من صديراتها الزراعية ترجمة نانسي قنقر